بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و أتم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحمة بكم أزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم في مادة الدراسات الإسلامية أسعد و أتشرف بأن أتواجد معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر و بإذن الله سيكون درسنا لهذا اليوم هو حفظه و معرفة بعض معاني الكلمات لسورة القدر بإذن الله في درسنا لهذا اليوم و لا يحلو و يطيب الكلام إلا بالصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة و السلام صلوا عليه يا أبطان نقول عليه الصلاة و السلام أحسنتم في البداية لدينا بعض التعليمات التي يجب علينا الانتباه لها و تطبيقها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم عن بعد ثانيا أجهز كتابي و أدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرسة بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن من المهم يا أبطال أن نختار المكان المناسب للتعلم عن بعد أو حتى إذا كان مع المعلم مهم جدا أن يكون المكان مناسب و مهيئا للتعلم عبر الشاشة أي أن كانت على اليوتيوب عبر التلفاز و غيرها الأهم يكون المكان مناسب و مهيئ لا يكون فيه العديد من الملهيات و المشتتات الأخرى التي تشغل أبناءنا الطلاب عن الدرس من المهم يا أبطال أن يكون لديك الكتاب و القلم و كذلك في هذا الدرس سيكون لديك الكتاب و القلم لالانتباه لما نقوله أثناء زمن الدرس و الجلوس حتى انتهاء الوقت المخصص لهذا الدرس يا أبطال نبدأ على بركة الله الدرس الخامس سورة القدر من منكم حفظ أول ثلاث آيات أول ثلاث آيات قمنا بتكرارها في درسنا السابق من منكم حفظ أول ثلاث آيات يا أبطال أول ثلاث آيات قمنا بتكرارها هيا يا رائع و أنت كذلك يا بطل الذي حفظ منكم هذه الآيات أريد منها القيام أمام الشاشة و مشاهدتي ثم تلاوة أول ثلاث آيات قمنا بتلاوتها هيا نبدأ واحد اثنان ثلاثة ابدأوا يا أبطال أحسنتم و بارك الله فيكم أحسنتم رائعين عند تلاوة هذه الآيات نتذكر دائما يا أبطال في بداية عندما أبدأ في بداية قراءة القرآن الكريم أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أبسمي وأقول بسم الله الرحمن الرحيم و أتذكر دائما يا أبطال أنه يجب علي دائما قبل أن أقوم بلمس المصحف قبل أن أقوم بلمس المصحف القرآن الكريم كلام الله سبحانه و تعالى يجب علي قبل أن أقوم بلمس المصحف فهذا المصحف أو المصحف الذي دائما يرى المساجد باللون الأخضر أي كان شكل ولون المصحف ولكن القرآن الكريم نتذكر أنه كلام الله سبحانه وتعالى إذن يجب علي أن لا ألمس هذا القرآن الكريم إلا عندما أكون متوضئا يا أبطال لأنه كلام الله سبحانه وتعالى نزل به على أعظم الملائكة جبريل فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نحترم هذا القرآن الكريم نجله نقدره كيف يكون ذلك بأن لا أضعه على سبيل المثال على الطاولة ويوجد فوقها العديد من الكتب الأخرى ألا يكون في الحقيبة وأقوم عندما أصل للمنزل أو أصل إلى الفصل في المدرسة أقوم برمح حقيبتي ويوجد فيها القرآن الكريم يجب علي دائما أن أحترم هذا المصحف الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى إتفقنا على ذلك؟ أحسنتم و بارك الله فيكم الآن لنقرأ السورة من لم يستطع تذكر هذه الآيات لنقرأ أول ثلاث آيات مع بعضنا البعض حاول بتسميع هذه الآيات وأنا سأقوم بمساعدتك بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ حتى هذه الآية ممتازين من حفظ إلى هذه الآية بارك الله فيه عن طريق مساعدة أو حتى استمع لنا و قام بالتكرار أحسنتم و بارك الله فيكم يا أبطال الآن سنقوم بقراءتها أريد منكم المتابعة عن طريق المؤشر والانتباه للآية التي سنقوم بحفظها هذا اليوم و تكرارها يا أبطال بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها والروح فيها في إذن ربهم في إذن ربهم في إذن ربهم من كل أمر من كل أمر من كل أمر يا أبطال الآن أريد منكم التركيز على هذه الآية والتي سنقوم بحفظها وتكرارها العديد من المرات وأريد منكم كذلك ربطها مع درسنا السابق والآيات السابقة وتسميعها بإذن الله تعالى في درسنا القادم أريد منكم الآن مشاهدة أثناء قراءتي لهذه الآيات أثناء قراءتي لهذه الآية كيف تكون حركة الفم اللسان أثناء قراءتي لهذه الآية وقرأوا بعدي كذلك يا أبطال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم الآن أريد منكم تكرارها أثناء قراءتنا لهذه السورة وسنقوم بتكرارها لوحدها ثم قوموا بتكرار السورة كاملة عندما أنتم في المنزل في الفصل قوموا بتكرار هذه الآيات حتى نستطيع حفظها مع بعضها البعض وبإذن الله تعالى في درسنا القادم نكمل بقية هذه السورة ولكن الآن أريد منكم التكرار معي لهذه الآية ثم تكرارها في المنزل كذلك مع المعلم حتى تستطيعون حفظها وتثبيت هذه الآية يا أبطال جيدا اتفقنا يا أبطال قولوا اتفقنا أحسنتم لنقرأها سوية مرة أخرى تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر نقرأها كاملة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أحسنتم يا أبطال و بارك الله فيكم أحسنتم يا أبطال الآن أريد منكم يا أبطال الانتباه لسورة القدر لدينا في القرآن الكريم عندما تفتحون المصحف يا أبطال عندما نفتح المصحف و عند تلاوة سورة القدر فنا تكون في هذا الموضع تلاوة الآيات جميعا من واحد إلى أربعة الذي نريد حفظه يا أبطال الآية رقم أربعة تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لا تنسوا أن تقوموا بحفظها و تكرارها يا أبطال لون العدد الصحيح لآيات سورة العدد الصحيح لآيات السورة التي هي سورة القدر هل هي خمس آيات أم ست آيات يا أبطال في الكتاب لديكم نقوم بتلوينها و الانتباه لعدم الخروج خارج هذه الحدود أرسم دائرة حول الخيار الصحيح أنزل القرآن في ليلة القدر أم ليلة الجمعة من خلال الآيات أحسنتم ليلة القدر و هي في أي شهر في أي شهر يا أبطال في شهر رمضان ليلة القدر خير من مئة شهر أم ألف شهر ليلة القدر خير من تذكروا من الآيات من ألف شهر أحسنتم يا أبطال و بارك الله فيكم إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم على حرصكم و استماعكم و تفاعلكم أثناء زمني هذا الدرس ألقاكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة